يا ربي جازي الناس كلها الخير يعني بتسعى في طاعة الله وفي حمد الله الله الناس دي ناس عظيمة جدا 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 ناس كان لازم نروح لها لحد ببتها عشان نشوف بعيوننا فرحتها بجد والله يصدق نشوة مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل ماشية بصدق ومصدقية في جميع أنحاء الجمهورية احنا بنشتغل شيء في مكان بعينه لا احنا متميزين اوه في حملة سقي الماء متميزين جدا اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان ربنا موفقنا في الملف ده سواء بقى في وصالات الماء الجميلة اللي انا بعشاءها عشق السنين معايا قبر تجميع مياه الامطار في مطروح معايا القبر الارتوازية الحمد لله رب العالمين لسه رجعين مبارح مبارح بالليل الساعة عشر بالليل رجعين بنستلام 153 بير ارتوازية لأهلين الطيبين في بنسويف 153 بير ارتوازية في 3 مراكز الحمد لله رب العالمين ومتخصصين كمان في محطات التنقية والتحلية اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين وده بقى التمييز بتاع مؤسسة نبض الحياة وصدقها على ارض الواقع احنا السنة اللي فاتت بفضل الله عز وجل عشرين واحد وعشرين مؤسسة نبض الحياة واخدى المركز الاول في توصيل 4000 وصلة في محافظة الفيون في مركز طمي في محافظة واحدة 4300 4000 وصلة اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين بنزيد يا رب نحن نحقق برضو رقم قياسي زي ما حققنا قبل كده رقم قياسي في أكبر حملة تبرع بالدم على مستوى العالم وتسجلت في موسوعة جنس للرقام القياسية الحمد لله مؤسسة نبض الحياة كان لها السبق اللهم ملك الحمد والشكر يا رب العالمين ده اندل يا أستاذ النشوة فإنما يدل على المصداقية اللي مش شابها مؤسسة نبض الحياة لا وفرحت حضرتك بهذا الإنجاز وإن إحنا الأوائل إحنا يعني حضراتكم على فكرة يعني كل الناس اللي سهمت ولو بمية جنيه مع مؤسسة نبض الحياة انتوا خدتوا مراكز متقدمة مش في الدنيا عند ربنا ان يتعامل كل الإنجاز ده بالمصداقية دي وحضراتكم شهود انتوا بتروحوا بنفسكم اللي بيقدر طبعا ولما بيروحش بيتبعت له فيديو بإنجازه واللي عايز يروح المؤسسة الوحيدة اللي بتتحايل على المتبرعين انهم يروحوا معاها في أي مكان فيه تبرع يعني انت عملت تبرع في مكان في أي محافظة من فضلك تعالى شوف بنفسك اللي بيحصل على الأرض الواقع وهو ده حمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي عندك انت عاوز زيادة في النعمة اشكر اللي انت عاوزه من ربنا سبحانه وتعالى اديه لخلقه اعطيه لخلق الله عاوز من ربنا سعادة وزع سعادة على الناس عاوز من ربنا نجاح ايه ده لناس كلها بالنجاح ساعد ان الانسان ينجح وطلعه معك بفضل الله عز وجل اخرجه للنور عاوز ربنا سبحانه وتعالى يطف اللي عندك في البيت والله العظيم عليك بالماء انا بسميها كلا وصلاة نشوة ايه وصلة ماء مطافي واسعاف مطافي واسعاف اوه والله بجد مطافي واسعاف مطافي ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لنا ان الصدقة وبخصف سقي الماء اللي بيحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتطفئوا عن صاحبها حر القبور الله تطفي تطفي الدنيا كلها جوه القبر بس كده لا ويوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى تليك وقف في ظل صدقتك بقى ويطافوا عليهم بكأس من فضات واكواب كان قواريرا قواريرا من فضات قدروها تقديرا ليه 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 بيطاف عليك بالكؤوس لانك تفطع لبيوت اسيادنا المحتاجين دول هنا في اسكندرية او في الفيوم او في الشرقية او في الغربية او في صعيد مصر الطهر الجميل او في او في مكان في الحياة الجمهورية انت طفت على الناس الجميلة دي ايه لما انت محتاج منهم على فكرة مش هما اللي محتاجين لا لا والله كل واحد من السادة المشاهدين هو اللي محتاج دعوة مستجابة ده المسافة يا سادة نشوة بين السماء والارض والله دعوة مستجابة دعوة مستجابة من قلب طيب نقي حضرتك لو سمعتها بودنك من اسيادنا الطيبين لا ده نغم ده مش دعوة ده نغم والله فطف عن نفسك في قبرك وطف عن نفسك يوم القيامة طب ويسعاف ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقولك ده ومرضاكم بالصدقة يبقى يسعاف بتجيلي لحد عندي بتسعاف دواء انجز كان ليه احد الاصحاب الجمال جدا اسمه الاستاذ طاها مصطفى ربنا يبارك فيه يا رب يا رب ويشفي ابن يزيد وبنته رايحان يا رب اللهم امين والله يا استاذ نشوة كان رايح عند الدكتور الاسنان درسه نيح عليه بدرجة وحددك كنا بنحكى قبل كده عن موضوع ده عاوز يضرب دماغه في الحيطة فراح للدكتور بتاع الاسنان لقى العادة مقفولة فنزل فتذكر حلقة من اللي شفى لها لمحضرتك سبحان الله ايه والله ومتابع جيد فنزل لقى فيه سائل في الطريق قال بس الفيزيتة اللي كنت هتفحى للدكتور قدها له تمام رح ما طلع الفيزيتة اللي كان هتفحى للدكتور ورح ما اديها للسائل قال لي والله ربنا سأل الدكتور تاني يوم لحد عندي في الشغل دكتور الاسنان والله لحد عندي وكشفت بلاش سبحانك يا رب قال لي والله العظيم ده العطاء بقى وده حمد ربنا سبحانه وتعالى قال لي اقسم بالله ودرسي خف من ساعتها يا سبحانك